بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم وبرك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن وعلى أما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدين ولشيخين وللمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى والفقهاء ليسوا من أهل الأهواء عند ابن عقيل والأكثر خلافا للقاضي وغيره فمن شرب نبيذا مختلفا فيه فالأشهر عندنا يحد ولا يفسق وفيه نظر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى والفقهاء ليسوا من أهل الأهواء هذه المسألة بناها المصنف على الحديث عن أهل الأهواء حينما بين أن أهل الأهواء هم المبتدعة وقد جاء عن السلف التحذير من الرواية عنهم ثم بينا هل تقبلوا الرواية عنهم أم لا وتفصيل المصنف إلى ثلاثة أقسام حيث قسم أهل البدع إلى ثلاثة أقسام مر معناه في الدرس الماضي هذه المسألة التي قال الشيخ قال والفقهاء ليسوا من أهل الأهواء عند ابن عقيل إلى آخر المسألة قول المصنف الفقهاء الحقيقة أن هذه الجملة تحتمل ثلاث معاني وكل معنى من هذه المعاني الثلاث تناولها الفقهاء بالبحث فأول المعاني أن يكون المراد بالفقهاء الفقهاء الذين تلبسوا ببدعة مثل أن يكون بعض الفقهاء قدريا أو مرجئا أو جهميا أو نحو ذلك من الأمور فهل يمنع الأخذ عنه أم لا وعندما نقول يمنع الأخذ عنه أي يمنع الأخذ عنه من جهة الفقه وأما من جهة الرواية فقد مر معناه في الدرس الماضي هذه المسألة تكلم عنها القاضي أبو يعلى في العدة وذكر أن الفقهاء إذا كانت أصولهم أصول السنة من حيث أصول الاستدلال بالكتاب والسنة وليسوا مخالفين في أصول الاستدلال لأن بعض الفقهاء كابن علية والأصم قد خالف في بعض أصول الاستدلال في عدم العمل بالأحاديث مثلا أو غير ذلك من الأمور التي قالوها في أصول الاستدلال فنقول إذا كان الفقيه لم يخالف في أصول التشريع والاستدلال وإنما تلبس ببدعة فإنه حينئذ يمكن أن يؤخذ عنه الفقه ويعتد برأيه في الخلاف وهذه المسألة عادة يبحثها الفقهاء في آخر الأبواب في كتاب الاجتهاد ومن الذي يقبل قوله المسألة الثانية إذن أما الرواية فإنه يبقى على مسألة البدعة وتكلمنا عنها في الدرس الماضي الاحتمال الثاني بالمراد بالفقهاء هنا يحتمل أن المراد بالفقهاء أهل الرأي ويقابلون أهل الحديث وهم الذين لهم استدلال وتوسع في باب القياس وسبب إراد هذا الاحتمال أنه قد جاء عن الإمام أحمد أنه قال في أكثر من مسألة قال لا يروى عن أهل الرأي وقوله هذا ليس المراد به كل من كان معملاً القياس ومستمسكاً به وهذا المعنى يدلنا من تطبيق أحمد أن أحمد وثق أبا يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة ولذلك يقول الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى إن قول أحمد لا يروى عن أهل الرأي ليس لعدم ثقتهم وعدم صحة الرواية عنهم وإنما هذا من باب الهجر فقط والزجر فيكون من بعض دون بعض ولذا فقد وثق أبا يوسف وهذا المعنى الذي ذكره الشيخ تقي الدين قد سبقه لمعناه ابن عقيل فقد قال ابن عقيل إن قول أحمد لا يروى عن أهل الرأي لا يجوز لعاقل أن يحمله على أصحاب أبي حنيفة النعمان قال ابن عقيل وإنما يحمل كلام أحمد في نفي الرواية عنهم على الذنب على الذنب للذين ردوا السنن بالأهواء لا بمجرد الرأي المعنى الثالث وهو الذي سيفصل فيه المصنف بعض الشيء وهم أن يكون المراد بالفقهاء أي الفقهاء الذين خالفوا في الفروع وبناء على ذلك فقد ذهب بعضهم إلى رأي يبيح شيئا يكون عند غيره مفسقا كمن يجيز شرب النبيذ وغيره يحرمه ويقيم الحد به أو يرى أن لمس المرأة أو مس الفرج أو أكل اللحم الجزور ليس بناقض الوضوء ثم بعد ذلك يصلي وقد فعل شيئا من هذا فهل هذا يكون جارحا أم لا هذه المسألة العلماء يقولون إنه إذا كان قد ذهب إلى هذا الرأي بتأويل صحيح إما باجتهاد صحيح أو بتقليد سائغ فإنه لا ترد روايته بل تقبل وعلى هذا اجمع أهل العلم فإن من أجل شيوخ الإمام أحمد وكيع بن الجراح الكوفي وقد كان وكيع رحمه الله تعالى من أهل الكوفة وعلى طريقتهم في الأشربة فقد جاء أنه كان يشرب النبيذ حتى تحمر وجنته ومع ذلك ومن أجل شيوخ الإمام أحمد الذين أكثر عنهم يقول المصنف والفقهاء عرفنا الاحتمالات الثلاث ليسوا من أهل الأهواء عند ابن عقيل والأكثر أي وأكثر الفقهاء ولذا قال صاحب الكشاف وقبله الحجاوي إن هذا هو المعروف عند العلماء وهو أولى من قول القاضي قال خلافا للقاضي وغيره المراد بالقاضي هو القاضي أبو يعلى ابن الفر قال وغيره أي وغير القاضي مثل ابن البنة فإن ابن البنة تلميذ القاضي قد تبع شيخه في هذا الحكم وممن أدخلهم كذلك ابن حامد شيخ القاضي أبي يعلى أو عفوا أبو حامد وليس ابن حامد وإنما أبو حامد الاسفرايمي ووجه إدخال هؤلاء في أهل الأهواء أنهم قالوا إن هؤلاء لما فعلوا المحرم ولم يتورعوا عنه فإنهم في هذه الحالة قد يكون لهم هوا فيه إذ أصدف الفقيه أنه يتورع عن ما فيه اشتباه فكيف إذا كانت المسألة من رؤوس المسائل المشهورة فإن المرأة قد يجيز الشيء لغيره ولكنه يمتنع منه في خاصة نفسه وعلى العموم فهذه المسألة كما ذكرت لكم أن الأكثر على أنهم ليسوا من أهل الأهواء فلا تردوا إذا كان رأيهم من مختلف فيه وكان الخلاف سائغا ثم بنى المصنف بعض الأمور المتعلقة به فقال فمن شريب نبيذا مختلفا فيه هذا تفريع على القول بأنهم ليسوا من أهل الأهواء قال فمن شريب نبيذا مختلفا فيه النبيذ المختلف فيه هو الذي يكون قليله غير مسكر ويكون من غير العنب وفي حكم من شريب نبيذا مسكرا من تزوج امرأة بلا ولي أو نحو ذلك قال الشيخ فالأشهر عندنا يحد ولا يفسق الأشهر هو الأشهر مذهب الإمام أحمد نص على أنه الأشهر والمعتمد جماعة منهم صاحب الإنصاف ونقله عن أكثر فقهاء مذهب الإمام أحمد وقال إنه قد نص عليه الإمام أحمد في رواية صالح وعليه الجماهير فهو يحد عندنا كما قال المصنف ولا يفسق أي ولا يحكم عليه بالفسق فإنه إذا حكم عليه بالفسق ترتب عليه أمران أنه ترد شهادته وترد روايته فحيث حكمنا أنه ليس بفاسق فإنه لا ترد شهادته ولا روايته وهذا الذي عليه جماهير الأصحاب كما ذكر صاحب الإنصاف وقد نص عليه أحمد في رواية صالح كذا قال ومما النص على أن أحمد قال بذلك ابن رجب فقال المنصوص عن أحمد أنه يحد شارب النبيذ المختلف فيه فشارب النبيذ المتأول يحد قال لأن تأويله ضعيف لا يدرأ عنه الحد قال في رواية الأثرم يحد من شرب النبيذ متأولا فما قال المصنف رحمه وتعالى وفيه نظر أي وفي القول السابق حيث فرقوا بين الحد وبين الفسق فأوجبوا الحد ونفوا عنه الفسق ووجه هذا التنظير أنه تفريق بين اللازم والملزوم فقد مر معنا في الدرس الماضي أن الكبيرة حدها هي ما فيه حد في الدنيا إذن فإذا كان يحد فقد فعل كبيرة والكبيرة هي سبب الفسق فدلنا ذلك على أن هناك تلازم ولذا فإن في هذه المسألة روايتان أخرين إحدى هاتين الروايتين أنه يحد ويحكم بفسقه وهذا الذي اختاره ابن أبي موسى وغيره كأب الفرج الشرازي ومن من قال به أبو بكر عبد العزيز كذلك وهناك رواية ثالثة في المذهب أنه لا يحد ولا يحكم بفسقه وقد ذكر هذا القول الشيخ تقييدين في أحد المواضع لأن الشيخ تقييدين اختلف قوله في هذه المسألة على آراء فأحد أقواله أنه لا يحد ولا يفسق والمحدود في القذف إن كان بلفظ الشهادة قبلت روايته دون شهادة عند أصحابنا وفي التفريقة نظرا يقول الشيخ والمحدود في القذف القذف معروف هو رمي العفيف أو العفيفة وهو المحصن بالزنا ونحوه كاللواط فمن قذف مسلما أو مسلمة وحد فإنه ترد شهادته للآية وأما روايته فهل ترد أم لا ذكر المصنف رحمه الله تعالى قولين سيأتي ذكرهما إذن قول المصنف والمحدود في القذف هذه الجملة تدلنا على أن الخلاف الذي سيأتي ذكره بعد قليل إنما هو في القاذف المحدود فإذا كان لم يحد ولم يقم عليه الحد فإنه لا يدخل في حكم هذه المسألة الأمر الثاني وهذا قيد لم يرده المصنف وهو أن الخلاف الذي سيأتي إنما محله إذا لم يتوب أو نقول إنما محله قبل التوبة وأما بعد التوبة فإنه تقبل شهادته باتفاق واختلف كيف تكون توبته في كنم مبسوط في كتب الفقه يقول الشيخ إذا كان بلفظ الشهادة القاذف إذا قذف غيره فإن له حالتين إما أن يكون القذف بلفظ الشهادة وإما أن يكون بلفظ الإخبار فالقذف الذي يكون بلفظ الشهادة هو الذي يكون أمام القاضي وبلفظها عند من قال إن من شرطها لفظ الشهادة أن يقول أشهد كذا لأن الشهادة اختلف على قولين هل يلزم فيها لفظ لفظ خاص فيقول أشهد بكذا أم أن مجرد الإخبار أمام القاضي تكون شهادة والحال الثاني أن يقذف في غير مجلس القاضي أي بغير الشهادة وإن من باب الإخبار أو من باب السب في وجهه فالحكم فيهما مختلف ذكر مصنف أولا أنه إذا كان بلفظ الشهادة قبلت روايته مفهومها أنه إذا كان بلفظ الإخبار بالزنا فإنه لا تقبل روايته فكل لفظ غير الشهادة سواء كان إخبارا أو نحوه فإنه ترد روايته لأجله وهذا التفريق قيل إن الإمام أحمد قد نص عليه وقلت قيل لأنني لم أجد هذا النص إلا عند بن عقيل وحده في الواضح فقد نقل بن عقيل في الواضح أن الإمام أحمد قال لا يرد خبر أبي بكر رضي الله عنه ولا من جلد معه لأنهم جاءوا مجيء الشهادة ولم يأتوا بصريح القذف ويسوق لهم الاجتهاد ولا ترد الشهادة هذا الكلام إذا كان نص أحمد أو معنى ربما بن عقيل نقله بالمعنى يدلنا على أن أحمد فرق بين الشهادة وفرق بين الرواية في هذه المسألة سبب تفريقهم بين الرواية والشهادة فتقبل روايته دون شهادته عفوا سبب تفريقهم بين روايته سبب تفريقهم بين شهادته بالقذف وإخباره به سبب تفريقهم بين شهادته بالقذف وإخباره به أي بالقذف قالوا لأنه إذا قذف بالشهادة فإنه في هذه الحالة يقام عليه الحد لسبب ليس منه وإنما بسبب طال وهو عدم اكتمال النصاب وهم أربعة الشهود وأما إذا كان قد أقيم عليه الحد لأجل إخباره وسبه غيره بالزنا فإنه في هذه الحال أقيم عليه الحد لأجل لفظه لا لأجل نقص النصاب وهذا الفرق بين الحالتين ومن أثر التفريق بين الحالتين أن العلماء قالوا إن الذي يقذف غيره بالزنا ثم بعد ذلك يطالب بإقامة الحد فيأتي بشهود لو شهد معه هو فلا تحسب شهادته بل لا بد أن يأتي بأربعة غيره نعم يقول الشيخ قبلت روايته دون شهادته يعني تكاد تكون رواية واحدة مجزوما بها أن القاذف ترد شهادته وقد نص عليها أحمد فقال لا تجوز شهادة صاحب بدعة ولا شهادة قاذف حد أو لا فأحمد يرى أن في هذه الرواية الإطلاق وهذا إجماع حكاه ابن قدام عن الصحابة رضوان الله عليه ثم قال المصنف هو في التفريقة نظر قوله هو في التفريقة نظر هذا التنظير من المؤلف إنما هو تابع فيه لابن مفلح فإن ابن مفلح يرى أنه تبقى عدالته ولا يحكم بفسقه وحينئذ يتبع الشهادة والرواية السواء يقول ابن مفلح وهذا فيه نظر لأن الآية إن تناولته يقصد إن تناولت القاذف بالشهادة لم تقبل روايته لفسقه وإلا قبلت شهادته كروايته لوجود المقتضي وانتفاء المانع ثم قال ويتوجه تخرج رواية بقاء عدالته من رواية أنه لا يحد وإذا هذه المسألة أثيرت مؤخرا وبكثرة فإن بعضا من المعاصرين أراد أن يرد حديث أبي بكر رضي الله عنه الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أفلح قوم ولوا أمرهم رأى فما وجد فيه مطعنا ولا علة إلا أن أبا بكر رضي الله عنه حد في القذف فرد هذا الحديث بحجة رد روايته وهذا غير صحيح بل إن فيه روايتان مذهب أنه ترد روايته وشهادته والرواية الثانية التي وجهها ابن مفلح أنه يحتمل أنه تبقى رواية يعني يجوز بقاء عدالته وحينئذ يعني تقبل شهادته وروايته معا وإن تحمل فاسقا أو كافرا وروا عدلا مسلما قبلت روايته نعم هذه مسألة شبيهة بالسابقة في من تحمل صغيرا ثم أداه كبيرا وتقدم الاستدلال عليها وأن العبرة في أداء الرواية إنما هو أداء العبرة في وجود الشروط في الراوي إنما هو في الأداء لا في التحمل ومن تطبيقاته أنه إذا تحمل فاسقا أو كافرا فاختل فيه شرط العدالة أو شرط الإسلام قال وروا أي أدى ما تحمله عدلا مسلما قبلت روايته وهذا يعني واضح لأن العبرة فيه بالأداء نعم ولا تشترط رؤية الرواي نعم بدأ المصنف في ما لا يشترط في الراوي فقال أولا لا يشترط رؤية الرواي معناه أنه لا يشترط أن يكون المروي عنه مرئيا مشاهدا عند حال الاستماع منه بل يجوز أن يكون بين الراوي وبين المتلقي عنه ستار أو حجاب لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يروون عن عائشة رضي الله عنها وكان بينهم وبينها حجاب ولم يكوا يروي عنها إلا محارمها بدون حجاب كمحمد بن أبي بكر والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وهكذا ممن هي خالته رضي الله عنها قوله لا تشترط رؤية الرواي هذه مسألة في الاشتراط لكن هل يكون مرجحا ذكر بعض الأصوليين وهو الطوفي أن هذا يكون مرجح فإذا وجد تعارض بين بعض الرواة الذين رأوا عائشة والذين لم يروها قدم الذين رأوها لأن عادة البصر تجعل التصور أدق ولكن لا أعرف مثالا يحضر الآن في مسألة الترجيح بينهم لأجل ذلك أي إذا اختلفت رواية بينهم وأما الفقهاء أما المحدثون فلا يرون هذا المعيار في الترجيح وإنما يرون المعيار في الترجيح إنما هو بالقوة في الراوي والمتابعة له من غيره من الرواة ولا ذكرية أي لا يشترط أن يكون الراوي ذكرا فيتجوز الرواية عن الذكر والأنثى سواء وهذا بإجمع أهل العلم وقد روى الصحابة وتحملوا عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن من الصحابيات والرواة من النساء كثير وقد جمع فيها كتب مفردة ولا عدم العداوة والقرابة قال ولا عدم العداوة والقرابة سبب إراد المصنف لهذا الشرط والذي قبله قالوا لأن العداوة والقرابة قد يكونان مانعين من الشهادة كما أن الأنوثة قد تكون مانعة من الشهادة فيما إذا كانت الشهادة في المال أو في الدماء والحدود فلكي لا يتوهم أن الرواية تأخذ حكم الشهادة في كل شيء أراد أن يبين المصنف ما الفروقات بين الشهادة وبين الرواية إذا لا يشترط أنه يكون بين الراوي والمروي عنه عداوة أو قرابة عداوة إذا كان الحديث يجلب له نفع وقرابة إذا كان يدفع عنه ضر مثال ذلك لو أن شخصا سرق من مال ابنه أو من مال أبيه لنقول من مال ابنه ثم أرادوا أن يقيموا عليه الحد فروا امرؤ حديثا وحدثه به وكان بينهم قرابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك فيكون حينئذ شبهة تدرأ الحد في عدم قطع اليد فإنه في هذه الحالة نقول إن القرابة لا تكون مانعا من قبول الرواية مع أن هذه الرواية لو بلغت القاضي فإنها تنفع هذا المحكوم عليه ومثله أيضا أحاديث كثيرة جدا مثل له لو أن راويا نقل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين وكانت له مصلحة مع هذا المقضي عليه فإنها لا ترد روايته نعم ولا معرفة نسبه نعم قال ولا معرفة نسبه الجهل بالنسب نوعان جهل بالنسب أصلى بأن لا يكون له نسب وهذا مثل مقطوع النسب ومجهول النسب كاللقيط وولد الزنا والمن في باللعان وغيره والحال الثاني أن يكون له نسب موجود لكنه مجهول ذلك النسب وفي كلا الحالتين لا يشترط معرفته وقصلنا بالنسب هنا النسب الذي يميزه عن غيره وهو النسب القريب وأما النسب البعيد فلا شك أنه غير مؤثر فمعرفة انتسابه البعيد لا أثر له وإنما نتكلم عن النسب القريب من هو أبوه هيسمى النسب القريب إنما نحتاجه فيما إذا كان يلتبس بغيره وأما إذا كان لا يلتبس بغيره فلا يلزم معرفة نسبه ولا يكثاره من سماع الحديث نعم لذلك اتفق العلماء على قبول حديث المفاريد من الصحابة رضوان الله عليهم فإن لهم مفاريد وقد جمع أبو يعلى الموسري مسندا للمفاريد وبنى بعاصم له كتاب مشهور جدا اسمه الأحاد والمثاني من روى من الصحابة حديثا أو حديثين وهؤلاء لم ينقلوا إلا حديثا واحدا ومسلم له كتاب مشهور اسمه المنفردون والوحدان ذكر من لم يروي إلا حديثا واحدا أو لم يروي نعم لم يروي إلا حديثا أو لم يروي عنه إلا واحد فجمعهم في هذا الكتاب نعم ولا علمه بفقه أو عربية أو معنى الحديث نعم قال ولا علمه بفقه هذا للنص لحديث نبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأة سمع مقالة فأداها كما سمعها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه فدل على أنه لا يلزم أن يكون عالما بالفقه قال أو عربية أي لا يشترط أن يكون عالما بالعربية والذي لا يس عالما بالعربية نوعان إما ليس عالما بالعربية بمعنى لكنته بأن يكون فيه عجمة فلا ينطق العربية جيدا وإما أن يكون ليس عالما بالعربية أي بالإعراب والكلم من الرفع والنصب ونحوه فالأول فيه لكنة والثاني عنده لحن وهناك أئمة كبار جدا وجد فيهم الأمران معا ومنهم نافع مولى بن عمر رضي الله عنهما فإن نافعا كان ثقة ثبتة ولا شك في ذلك لكن كانت فيه لكنة فكان لا يستطيع إخراج بعض الحروف مخرجا صحيحا وكان مع لكنته يلحن لحنا شديدا كما عبر عن ذلك ابن عبدالبر رحمه الله تعالى وكثير من الفقه شهر عنهم اللحم بل من أئمة الحديث الكبار عفوا كابن سيرين وقتادة شهر عنهم اللحم وهذا لا يرد روايتهم البتة لكن تكلموا سنشير لها إن شاء الله عن تعارض الحديث آخر الكتاب في مسألة إذا تعارض حديثان فإن بعضا من الرواة معروف بأنه ينقل الحديث على وجهه ولا يغير من لفظه فإذا تعارض بعض الألفاظ قدمت رواية أحدهم على الآخر مثل بعض الأحاديث التي أوردها القاضي عياض في الإلماء ويختلف الحكم فيها بناء عن الاختلاف في الضبط مثل ذكاة الجنين ذكاة أمه أو ذكاة الجنين ذكاة أمه وأورد عياض أحاديث أخرى سيأتي إن شاء الله التمثيل لها في محله قال أو معنى الحديث بأنه لا يكون عارف لمعنى الحديث وإنما ينقله على وجهه ولكن هذا مرجح لا شك واعتبر مالك الفقه ونقل عن أبي حنيفة مثله وعنه أيضاء خالف القياس نعم قال واعتبر مالك الفقه أي في الراوي وهذا النقل عن الإمام مالك أنكره بعض الحنفية وسيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم عندما نتكلم عن مسألة تعارض القياس مع حديث الأحاد عند مالك قال ونقل عن أبي حنيفة مثله أي نقل عن أبي حنيفة أنه لا بد أن يكون الراوي عالما بالفقه والحقيقة أن هذا النقل عن أبي حنيفة ليس على إطلاقه لأن الحنفية نصه ومما نص على ذلك السرخص في أصوله والبزدوي وتبعه البخاري في شرحه أصول البزدوي المسمى بكشف الأسرار أن الحنفية يقولون إن الراوي إن الراوات الحديث ينقسمون إلى قسمي الحالة الأولى إذا كان الراوي معروفا بالفقه عفوا الحالة الأولى نعم الحالة الأولى إذا كان معروفا بالفقه فإنه يقبل حديثه سواء كان موافقا للقياس أو مخالفا له والحالة الثانية أن يكون الراوي غير معروف بالفقه فلا يقبل من حديثه إلا ما وافق القياس دون ما عدى هذا الذي صرحوا به ونسبوه إلى أبي حنيفة ولذلك فإنهم يعني ردوا بعضا لا جميع أحاديث أبي هرير رضي الله عنه بحجة أنه ليس بفقه لأن حديثه خالف القياس ومن أشهر ما ردوه من أحاديث أبي هريرة كما تعلمون هو حديث المصرّاه فإن حديث المصرّاه جاء على خلاف القياس فقالوا نرده لأن أبا هريرة ليس بفقه فإذا كان ليس بفقه نرد حديثه الذي على خلاف القياس أقول هذا لما لأن بعضا من الناس ينسب للحنفية إطلاق هذا القول ويقولون إن رد أحاديث أبي هريرة ليس خطأا ولذلك جنى بعض الجنات في القرن الماضي على أبي هريرة جناية عظيمة بحجة أنه ليس بفقه أو إحدى العلل ومأخذهم في الحقيقة غير مأخذ الحنفية فإن مأخذ الحنفية مختلف تماما عن ذلك نعم وعنه أيضا إن خالف القياس نعم قال وعنه أي عن أبي حنيفة رحمه الله أيضا أي قول آخر إن خالف القياس هذا هو الصواب أن أن خبر غير الفقيه لا يقبل إلا إذا خالف القياس في قول آخر نقل عن أبي زيد الدبوسي ونقله في تقويم الأدلة وقد رد عليه تعرفون أن كتاب السمعاني قواطع الأدلة هو رد على كتاب أبي زيد الدبوسي تقويم الأدلة فهو رد على أصول الحنفية ذكر أبي زيد الدبوسي أن الرواة يقسمون تقسيما آخر إما أن يكونوا مشهورين أو يكونوا ليسوا مشهورين فإن كانوا مشهورين أي بالفقه فإنه في هذه الحالة يقبل كلامهم وإن كانوا غير مشهورين فإنه يرد خبرهم نعم ولا البصر نعم قال ولا البصر أي ولا يشترطوا أن يكون مبصرا المروي عنه قال إمامنا رحمه الله تعالى ورلي عنه في رواية عبد الله في سماع الضرير إذا كان يحفظ من المحدث فلا بأس وإذا لم يكن يحفظ فلا نعم هذا نصر الإمام أحمد على أن البصر لا أثر له مطلقة في رواية عبد الله وهو واضح وهناك عدد من الرواة مشهورين جدا أكفة ومنهم ابن أم مكتوم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الترمذي هو من فاقد البصر وقد جمع الصفة دي كتابا مشهورا جدا سماه نكث الهميان وبعض النسخ نكت الهميان في أخبار العميان أو نحو من هذا العنوان عد فيه كثير من نقلة الحديث الذينهم كانوا عميانا وليسوا بمبصرين نحن مسألة مجهور العدالة لا يقبل عند الأكثر نعم بدأ يتكلم ونصنف في هذه المسألة عن المجهول ولنعلم أن مسألة المجهول من المسائل التي طال فيها البحث كثيرا جدا عند الفقهاء وعند المحدثين ولنبدأ أولا في معنى المجهول المجهول عند أهل العلم ينقسم إلى قسمين إما مجهول عين وإما مجهول حال فمجهول العين هو الذي لم يعلم اسمه كأن يقال رجل من بني فلان أو رجل أو واحد أو امرأة ونحو ذلك وهذا الذي يكون مبهما أو مجهول العين لا تقبل روايته إلا في موضعين فقط الموضع الأول إذا كان صحابيا فإن المبهم من الصحابة يعتبر مقبول الرواية الموضع الثاني وسيأتينا من كلام المصنف فيما إذا روى عنه شخص ووصفه بالثقة مثل ما يقول الشافعي كثيرا حدثا الثقة ولا يسمي هذا الثقة فهل توثيق الراوي من غير تسمية للمروي عنه يجعله مقبولا أم لا سيأتينا هذا إن شاء الله في كلام المصنف ربما اليوم أو الدرس القادم إن شاء الله إذن مجهول الحال لا يقبل عند أهل العلم عفوا مجهول العين لا يقبل عند أهل العلم إلا في موضعين في الجملة ومع ذلك فإنه يرد الحالة الثانية ما يسمى بمجهول الحال يجب أن نعلم أن مجهول الحال يعني أنه مجهول حال حاله هل توجد فيه شروط قبول الراوي السابقة أم لا فقد يكون مجهول الحال في الإسلام وقد يكون مجهول الحال في البلوغ وقد يكون مجهول الحال في العدالة وقد يكون مجهول الحال في التكليف وهو العقل وغير ذلك من الشروط التي تقدم ذكرها وقد يكون مجهول الحال باعتبار العدالة وعفوا باعتبار الضبط وهذه سنتحدث عنها بعد قليل على سبيل الانفراد لما قلت ذلك لأن بعض أهل العلم فرق بين مجهول الحال نقل هذه الرواية بن قدامه ففرق بين مجهول الحال في العدالة عن مجهول الحال في فقد باقي الشرط فقال إنه يغتفر في بعضها ما لا يغتفر في الآخر وذلك فإن العلماء قالوا إن الحال ليس خاصا بالعدالة فقط بل بجميع الشروط تكلمنا عن مجهول العين على سبيل الجملة نتكلم في أحكام مجهول العدالة مجهول الحال وإذا تكلمنا في مجهول الحال فالغالب أنه يقصد به مجهول العدالة دون معده كمجهول الصغر أو السن والبلوغ والعقل وفي الغالب وفي الغالب أن الأصل أنه لا يرود إلا عن معلوم الإسلام وذلك نص القاضي أبو يعلى أنه إذا علم حاله من الإسلام وعدمه فالخلاف هنا فيما إذا جهلت عدالته أم لا وذلك عبر مصنف في مجهول العدالة إذن هو مجهول أحد أحوال الحال وهي حال العدالة طيب مجهول العدالة أو الناس باعتبار العدالة ثلاثة أنواع كما قال العلماء إما أن يكون معلوم العدالة فتقبل روايته وخبره وإما أن يكون فاقد العدالة وهو الفاسق فترد وإما أن يكون مجهولا وهو الذي فيه الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى يقول الشيخ لا يقبل عند الأكثر أي لا تقبل روايته ولا يقبل خبره عند أكثر أهل العلم وقول المصنف رحمه الله تعالى إنه لا يقبل عند الأكثر هذا الأكثر هو قول الجماهير كالشافعية والمالكية والحنابلة وقد نص عليه الإمام أحمد في مواضع كثيرة جدا حتى قال الشيخ تقيدين هذا في كلام أحمد كثير جدا فكثير من المسائل أحمد كان يرد الخبر والرواية بأنه لا يعرف فلان لا يعرف يقول المصنف خلافا للحنفية أي أن الحنفية لهم رأي أنه يجوز رواية عن مجهول الحال في العدالة يقول ابن نجيم مجهول الحال هو المستور عن أبي حنيفة قبوله وأما ظاهر الرواية فعدمه ففرق ابن نجيم بين أمرين بين المنقول عن أبي حنيفة وعن ظاهر الرواية وهنا فائدة في مذهب الحنفية يقولون وهو المشهور في كتب المقدمات المذهب الحنفية يقولون إن كتب ظاهر الرواية ستة فالتي يوجد في كتب ظاهر الرواية هو المعتمد هذا الذي قصده ابن نجيم عندما قال ظاهر الرواية وهو الجامع الصغير والجامع الكبير والنكت والزيادات والسير الصغير والكبير هذه الكتب الستة يقولون إنها ظاهر الرواية ما عدا هذه الكتب الستة التي ألفها محمد بن الحسن فتسمى من غير ظاهر الرواية وبعضهم معبر باطن الرواية كالرقيات والجرجانيات وغيرها من المسائل المنقولة عن أبي حنفة والمعتمد عند الحنفية هي هذه الكتب الستة قلت هذا الكلام لما لأن بعضا من المعاصرين ألف كتابا ورجح أن ظاهر الرواية ليست هي الكتب الستة وإنما لها معنى آخر عند الحنفية لكن هذا الأمر الأول وهي الكتب الستة هي المشهورة في كتب غالب الحنفية إذا قالوا المراد بكتب الرواية هي الكتب الستة التي ألفها محمد بن الحسن على خلاف في بعض الكتب أهي داخلة أم لا مثل السيارة الصغيرة هل هو جزء من السيارة الكبيرة أو غير ذلك نعم قال الشيخ رحمة تعالى خلاف الحنفية عرفنا أن قول الحنفية في هذه المسألة ليس على إطلاقه وإنما يعني منقول عن أبي حنيفة وغيره خالف فيه يقول المصنف عن أحمد قبوله يعني قبول مجهول الحال واختاره بعض أصحابنا قال أي قال بعض أصحابنا وإن لم تقبل شهادته قول المؤلف عن أحمد قبوله الحقيقة أن أحمد لم يقل أبدا أن مجهول الحال يقبل روايته وإنما جاء عن أحمد أن بعض من لم يروي عنه إلا راو واحد حكم بقبول روايته وهذا الفهم عن مسألة أحمد يعني فهم هذه المسألة عن أحمد مبنية على مسألة ستأتينا بعد قريب وهو أن الشخص إذا لم يروي عنه إلا واحد هل يكون مجهولاً أم ترتفع الجهالة عنه برواية الواحد فيكون مجهولاً لا بد من راوض ثالث معه وثالث فالذين رأوا أن أحمد قد قبل رواية وعرف الرواة الذين لم يروي عنهم إلا واحد قال معروف روى عنه فلان قالوا إذن قبل رواية المجهول وهذه النسبة لأحمد خاطئة والصبب أن أحمد مع أهل العلم جميعاً على أنه لا تقبل رواية المجهول الحال وإنما لا بد أن يكون معلوماً وسأتنى إن شاء الله قضية بما ترتفع الجهالة بعد قريب قال واختاره بعض أصحابنا وقال أي قال بعض أصحابنا وإن لم تقبل شهادته ثم قال وفي الكفاية والكفاية هذه من الكتب المتقدمة لأبي يعلى تقبل أي تقبل روايته في زمن لم تكثر فيه الخيانة وأما إذا بمعنى أنه مقبول في العصور الأولى وفي الزمان الأول مثل عهد التابعين رضوان الله عليهم وهذا الذي فهم من مسلك ابن حبان فقد نقل كثير من المعاصرين وأنا أقول فهم لأنه اختلف ما هو منهج ابن حبان في قبول رواية المجهول فقد نقل أن ابن حبان يرى أن المجاهيل من طبقة كبار التابعين مقبولة روايتهم لأنه لم يكثر وقت الخيانة في ذلك الوقت والكذب ونحو ذلك وهذا أحد الآراء في منهج ابن حبان رحمه الله تعالى في هذه المسألة قبل أن أختم هذه المسألة عندي مسألة مهمة جدا لا بد أن نذكرها هنا تكلم مصنف عن مجهول العدالة جهالة العدالة قد تكون جهالة بالظاهر وقد تكون جهالة بالظاهر والباطن بعن أو نعيد من أخر قد تكون جهالة بالظاهر والباطن أو جهالة بالباطن فقط لأن الظاهر يكون معلوما إذن له حالتان جهالة العدالة إما جهالة بالظاهر والباطن أو جهالة بالباطن مع العلم بالظاهر العلم بالباطن دون الظاهر لا يمكن وإنما مرده إلى الله عز وجل طيب الفقهة ذكروا في أبواب الفقه وهي تعرفونها جميعا أن العدالة المشروطة في أبواب الفقه كلها إلا في باب النكاح تشترط ظاهرا وباطنا إلا في الشهادة وعدالة ولي المرأة المزوجة فتشترط العدالة الظاهرة طيب في باب الرواية هل تشترط العدالة الظاهرة والباطن كما قلنا في الشهادة أم نقول يكتفى بالعدالة الظاهرة جاء أن أبا الخطاب جزم بأنه لا بد من العدالة الظاهرة والباطن والرواية الثانية وهو المعتمد نص عليها القاضي أبو يعلى وابن عقيل وصححها كثير من المتأخرين ومنهم الشيخ تقي الدين وغيره على أن الرواية يكتفى فيها بالعدالة الظاهرة بل الشيخ تقي الدين أصلا يرى أغلب كل الشهادات يشترط فيها العدالة الظاهرة ولا يلزم الباطنة لكن القاضي فرق بينهما هذه مسألة فقط أردت أن أذكرها لأن المسائل مهمة لكي نفرق ما بين الشهادة والرواية باعتبار العدالة مسألة ما ذهب أصحابنا والأكثرين أن الجرح والتعديد يثبت بالواحد في الرواية دون الشهادة وقيل لا فيهما وقيل نعم فيهما هذه المسألة متعلقة بما يثبت التعديد والتجريح وهذه تنبني أو لها مقدمة ليست مبنية عليها وإنما لها مقدمة هل الأصل في المسلم العدالة؟ أم أن الأصل في المسلم عدم العدالة؟ مشهور في كتب الحنفية أن الأصل في المسلم العدالة والفقه يقولون المذهب والشيخ تقييدين أيضا يقولون الأصل ليس العدالة ولا عدمها بل الجهالة فإنه لا يعرف أهو عدل أم لا وخاصة في آخر يعني بعد ذهاب الأزمنة الفاضلة فإنه لا يعرف الناس ها هو عدل أم لا بل يكثر النفاق في آخر الزمان كما تعلمون ويكثر فقد الأمانة ويكثر تضيع الصلاة وغيرها يقول الشيخ مذهب أصحابنا والأكثرين قوله والأكثرين جاء عند المرداوي أنه قول الأمة الأربعة وقوله مذهب أصحابنا ذكر المجل المسودة أنه قد ذهب إليه المحققون من أصحابنا أن الجرح والتعديل يثبت بالواحد في الرواية دون الشهادة يعني أن الجرح يثبت بجارح واحد والتعديل يثبت بمعدل واحد في الرواية أي لرواة الحديث دون الشهادة بمعنى أن الشهادة لا بد فيها من اثنين على المعتمد من المذهب والقول بأن الرواية يثبت الجرح والتعديل فيها بالشخص الواحد هي نص الإمام أحمد فقد نقل إسماعيل بن سعيد الشالنجي أن أحمد أنه قال قلت لأحمد تعديل الرجل الواحد إذا كان مشهورا بالصلاح فقال أحمد يقبل ذلك وجاء عن أحمد أنه قال إذا روى عبد الرحمن بن مهدي عن أحد فهو تعديل له يقول القاضي أبو يعلى فهذا يدل على أن الشخص الواحد تعديله مقبول ولا يلزم أن يكون معه معدل آخر قال وقيلة لا قبل أن ننتقل للقول الثاني أن هذه الرواية وهو أنه يقبل تعديل الشخص الواحد للشيخ تقييدين تقييد لطيف فيها فقال يقبل تعديل الشخص الواحد وجرحه إذا كان أهلا لذلك وأما من ليس أهلا فلا بد أن يعضده غيره لكي يقوى حال لكي يقوى خبره من حيث الجرح والتعديل وكلام الشيخ يعني يجتمع به الروايات المنقولة عن أحمد أكثر ثم قال المصنف وقيلة لا فيهما قوله وقيلة هذا القول نقل عن الباق اللاني فإنه قال لا فيهما أي لا يثبت الجرح والتعديل بخبر الواحد فيهما أي في الجرح فيهما أي في الرواية وفي الشهادة معا وحينئذ لا بد من الاثنين فيهما معا فجعل الرواية كالشهادة مطلقا قال وقيلة نعم وهذا أيضا رأي تبع فيه المصنف بالصياغة تماما ابن الحاجب نعم فيهما أن يقبلوا جرح شخص واحد وتعديل شخص واحد في رواة الأحاديث وفي الشهود عند القاضي والمعتمد هو الأول أن التفريق بين الشهادة وبين الرواية مسألة مذهب الأكثرين يشترطوا ذكر سبب الجرح للتعديل وقيل عكسه وقال بعض أصحابنا وغيرهم يشترطوا فيهما وعن أحمد عكسه والمختار وفاقا لأبي المعالي والآمدي إن كان عالما كفى الإطلاق فيهما وإلا لم يكفي هذه المسألة أوردها المصنف متعلقة بصفة اللفظ الذي يتكلم به الجارح أو المعدل وهذا الجرح الصادر من الجارح والتعديل الصادر من المعدل قد يكون مطلقا وقد يكون مفسرا فالمطلق مثل أن يقول هو ضعيف أو غير مقبول أو يشير بيده وهناك مبحث جمع في الفاض الجرح التي هي بالفعل والتعديل مثل التعديل المطلق هل يقبل أم لا ذكر المصنف ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة خمسة أقوال وهذه الأقوال الخمسة هي في الحقيقة في الرواية دون الشهادة لأن الشهادة وجها واحدا لا يقبل الجرح إلا إذا كان مفسرا مذكورا سببه وهذه الأقوال الخمسة التي ذكرها المصنف الحقيقة أنه أطلقها ومعنى قولنا إنه أطلقها يعني أنه لم يقيدها بقيد فظاهر كلامه أن جميع المعدلين وجميع المجرحين هل يلزم أن يذكروا سبب الجرح وهل يلزم أن يذكروا سبب التعديل أم لا والحقيقة أنه تبع الأصوليين في ذلك وهذا خطأ نبه إليه جماعة من أهل العلم وإنما نقول إنما يصار إلى البحث واشتراط ذكر التفسير والسبب في الجرح أو التعديل عند فقد واحد من قيدين فلا بد من وجود القيدين القيد الأول أنه أن يصدر ذلك الجرح والتعديل من أهل الشأن وهم علماء الحديث وأما إذا صدر جرح أو تعديل من غير علماء الحديث أو المعروفين به فإنه لا يقبل ولو كان مفسرا ولا يقبل إذا كان مجبلا عن القول بقبوله وهذا القيد نص عليه أبو مفلح وذكر أن هذا القيد أشار إليه بعض أصحابنا وغيرهم القيد الثاني ذكره ابن القيم في حاشية على تهذيب السنن وأن هذا القيد إنما يرجع إليه عند تعارض الترجيح والتعديل وأما إذا أجمع أهل الفن على تضعيف رجل فإنه ضعيف وإن لم يذكر سببه فلو أن يحيى ابن معين مثلا ويحيى ابن سعيد القطان ضعف رجل ولم يذكر أحد غير هذين تضعيف توثيقا له فإننا حينئذ نقبل تضعيفهم لأنهم من أهل الشأن ولا يوجد لهم مخالف وهذه المسألة يعني كثير من المعاصرين تشكل عليه وخاصة إذا وجد كلاما في الذين ضعفوا أفردت كتب في ذكر الضعفة سردا من غير ذكر سبب التضعيف وخطأ فتجده دائما يرد بهذه العلة فإذا وجد هذا القيدان اتضحت هذه المسألة نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى ذكر الخلاف الأول وقال مذهب الأكثرين يشترطوا ذكر سبب الجرح للتعديل هذا القول وهو أنه اشترط ذكر سبب الجرح للتعديل هو المذهب المعتمد جزم بمفلح أنه المذهب ومن نص عليه الشيخ تقي الدين في الأصفهانية وابن القيم وصححه المرداوي وغيرهم وقد ذكر ابن أبي يعلى في كتاب التمام في الروايتين أن فائدة هذا القول أنه إذا قال أصحاب الحديث فلان ضعيف أو فلان ليس بشيء فإنه لا يكون جرحا إلا بذكر السبب وهذا ظاهر كلام أحمد كما قال ابن عقيم الأمر الثاني في قول المصنف رحمه الله تعالى يشترط ذكر سبب الجرح سبب الجرح ما هو قالوا سبب الجرح هو أن ينسب الراوية المجروح إلى أمر يقدح فيه كفعل معصية من الكبائر أو إصرار على الصغيرة أو أن ينسبه إلى فعل شيء من الدنايا التي تمنع المروء أو ينسبه إلى قلة الضبط والخطأ لأن بعض الرواة قد ينسبه لأمر ليس بجارح عند غيره كشرب النبيذ مثلا وهكذا وهذا لها تطبيقات كثيرة جدا عند من قال إنه لا يرد الحديث إلا لا يقبل الجرح إلا مفسرا ولا يقبل مجبلا من الأمثلة التي استخدمها فقهاؤنا لذلك من المتأخرين ما نقل الزركشي عند حديثه عن حديث أبي هرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عمل لوط فارجموا الأعلى والأسفل هذا الحديث اعتمده فقهاء مذهب الإمام أحمد وأخذوا به أن الذي يعمل بعمل قوم لوط حده حد الزنا أراد الزركشي أن يقوي هذا الحديث وكيف أن أحمد قد عمل به قال إن هذا الحديث ليس فيه متهم بكذب وسوء حفظ والجارحين لم يبينوا سبب الجرح في عباد بن منصور الذي تكلم فيه قال وقد قال يحيى بن سعيد هو ثقة ثم قال الزركشي فلا ينبغي أن يترك حديثه لرأي أخطأ فيه قال وهذا يدل على أن تضعيفهم له كان بسبب خطأه في رأيه فحينئذ لا يقبلوا تضعيفهم له فهذا تطبيق للقاعدة استخدمها فقهاؤنا عليهم رحمة الله قال الشيخ وقيل عكسه يعني أنه يشترط ذكر سبب التعديل ولا يشترط ذكر سبب الجرح وهذا القول ذكره الغزال ولم ينسبه لأحد فقال قال قوم وسكت ونسب الجوين في البرهان والغزال في المنخون الغزال في المستصفى لم ينسبه لأحد وهو الصواب بينما في المنخون نسبه لألباق اللاني تبعا للجوين في البرهان وهذا غير صحيح وقد بيّن خطأهم في ذلك الزركشي في شرح البحر المحيط وقال هذا لا يعرف من يقول به وهو واضح السقوط قال وقال بعض أصحابنا هؤلاء نقل عنهم بمفلح ولم يميز منهم قال وقال بعض أصحابنا وغيرهم يشترط فيهما هذا هو القول الثالث فيشترط ذكر سبب الجرح ويشترط ذكر سبب التعديل وهذا القول أيضا نقله في المستصفى عن أقوام ولم يسمهم القول الرابع قال الشيخ وعن أحمد عكسه يعني أنه لا يشترط ذكر سبب الترجيح ولا يشترط ذكر سبب التعديل معا فيكفي أن يقول هو ضعيف أو هو فاسق أو نحو ذلك وهذه الرواية التي نقلها المصنف عن الإمام أحمد أخذت مما رواها عنه المروذي فقد نقل المروذي أن أحمد قرئ عليه حديث عائشة أنها كانت تلبي فتقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك قال المروذي قال أبو عبد الله كان فيه أي في الحديث والملك لا شريك لك فتركته لأن الناس خالفوه أخذ بن عقيم هذه أن أحمد يدل على أنه لا يلزم ذكر السبب يقول ابن عقيم قوله فتركته أي تركت هذه الزيادة معناها تركت روايته لأجل ترك الناس له وإن لم تظهر العلة التي لأجلها ترك الناس روايته هذا هكذا نسبها لأحمد ولا أدري عن صحة هذا الإيماء الذي أشار له ابن عقيم عموما هذا القول الذي نقله مصنف عن أحمد هو مشهور عن الحنفية فإذن الحنفية يقول لا يلزم ذكر سبب الجرح ولا التعديل بل أعجب من ذلك فقد ذكر السمرقندي في ميزان الأصول أنه يجب عدم ذكر سبب الجرح والتعديل يجب عدم ذكر السبب في الجرح خصوصا لأن ذكر سبب الجرح قد يكون فيه تعد في الغيبة فيقول يجب عدم ذكر السبب وهذا غير مقبول القول الأخير قال المصنف والمختار أي المختار عنده هو ولم يأتي بها تبعا لابن حاجب قال والمختار طبعا هذا المختار وجهه ابن مفلح فقال ويتوجه هذا القول قال وفاقا لأب المعالي والآمدي أب المعالي الجويني وليس الحنبلي لأن في كتب الفقه إذا أطلقوا أبا المعالي فيعنون به ابن المنجأ أبا المعالي ابن المنجأ قال والآمدي إن كان عالما أي إن كان الجارح عالما كفى الإطلاق فيهما أي في الجرح والتعديل وإلا أي وإن لم يكو عالما لم يكفي أي لم يكفي الإطلاق بل لا بد من ذكر السبب وهذا الرأي الذي مشى عليه المصنف هذا رأيه وإنما وجهه ابن مفلح وأغلب الأصحاب كما نقلت لك على القول الأول نعم ومن اشتبه اسمه باسم مجروح رد خبره حتى يعلم حاله نعم يقول الشيخ من اشتبه اسمه باسم مجروح هذا فيه نوع جهالة وهو جهالة التعين فيقد يكون الشخص اسمه يشبه اسم غيره فإذا اشتبه اسمه باسم غيره وكان غيره مجروحا وليس معدلا فإنه يرد خبره حتى يعلم حاله قبل أن أبدأ عن هذا خلال نأتي بمحترزات نبدأ بقوله من اشتبه اسمه قالوا الاشتباه بالاسم يعني اشتباه اسماء الرواة إما أن يكون مقصودا أو غير مقصود فإن كان مقصودا فإنه يكون من الراو الذي تحته وهو الذي يسميه علماء الحديث بتدليس الشيوخ بأن يجعل المرء له شيوخا فيجعل له اسما يشترك فيه اثنان والنوع الثاني أن يكون الاشتباه غير مقصود مثل أن يوجد عالمان في زمان واحد لكل منهما اسم ثنائي أو لقب يشتركان فيه وقوله باسم مجروح يعني إذا كان الراو الثاني ضعيفا وأما إذا لم يكن ضعيفا فإنه لا ضير في قبوله إلا أن تكون هناك علة مثال ذلك أن السفيانين كثيرا ما يختلطون على عدد من الباحثين فلا يدرون من الذي في الإسناد أهو سفيان بن عيينة أم أنه سفيان الثوري فيحتاجون أن يرجعوا إلى من روى عنهما وقد يشتركان فيمن روى عنهما وفي من روى رووهم عنه فقد يلتبس في بعض المواضع وهذا خارج عن المحل فإن كلا العالمين فقة ثبت سفيان بن عيين المكي وسفيان بن سعيد الثوري الكوفي يقول الشيخ رد خبره أي لم يقبل حتى يعلم حاله أي حال المشتبه من الأمثلة على ذلك وتطبيق هذه القاعدة ما نقل عبد الله بن إمام أحمد في العلل أن أباه الإمام أحمد ذكر عطية العوفي وذكر أنه نقل له أي لأحمد أن عطية العوفي كان يروي عن الكلب التفسير وكان يكني الكلبية بأبي سعيد مع أنها ليست كنية له وعطية يروي أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ولذلك كان يلتبس عنده الإثنان فيقول قال أبو سعيد قال أبو سعيد ثم قال أحمد وهو ضعيف الحديث لأجل هذه القصة التي رويت لأحمد عنه فصل على هذه القاعدة ذكرناها قبل قليل ابن رجب فلما نقل كلام لإمام أحمد الذي نقله عبد الله في العلل قال إن صحت هذه الحكاية عن عطية لأن أحمد نقلها فقال بلغني فإنما تقتضي التوقف فيما يحكيه عن أبي سعيد من التفسير خاصة أما الأحاديث المرفوعة التي يرويها عن أبي سعيد فإنه يريد أبا سعيد الخدري ويصرح في بعضها بنسبته فابن رجب رحمه الله تعالى يرى أنه يرتفع هذا التدليس فيما إذا كان الحديث حديثا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم لأن الكلب روايته للأحاديث قليلة هذا رأيي يعني ابن رجب وغيره يرى أنه لا بد من التصريح نعم وتضعيف بعض المحدثين الخبر يخرج عندنا على جرح المطلق قاله أبو البركات نعم هذه مسألة يعني ولها شبيه يقول مصنف وتضعيف بعض المحدثين الخبر يعني إذا ضعف أحد علماء الحديث أو بعض المحدثين حديثا معينا ولم يذكر سبب ضعفه فلم يذكر علته أو يذكر المانع من قبوله لوجود راو وهكذا فإنه في هذه الحالة هل يكون تضعيفه للحديث جرحا في الراوي أم ليس كذلك يقول الشيخ يخرج عندنا على الجرح المطلق نفس الحكم أيضا نص على ذلك جماعة من المتأخرين لو أن المحدث صحح حديثا مثل إمام أحمد لو صحح حديثا فهل هذا توثيق للروات جميعا أم لا ذكره بعض المتأخرين وهذا الحقيقة فيه تأمل فقد مر معنا من كلام الشيخ تقي الدين أن أحمد قد يصحح الحديث مع ضعف بعض رواته لقرائن تحف به قال والتضعيف بعض المحدثين الخبر يخرج عندنا أي على مذهب إمام أحمد على الجرح المطلق فحينئذ كما قلنا في الجرح المطلق فيه ثلاثة أقوال أنه يقبل والقول الثاني أنه لا يقبل والقول الثالث أنه يقبل إن كان صادرا من عالم به دون الصادر من غيره يقول قاله أبو البركات يعني به المجد بن تيمية كما في المسودة ومن قال به أيضا ابن مفلح وغيرهم نعم مسألة الجرح مقدم عند الأكثر وقيل التعديل إلى كثر المعدلون طارعه أبو البركات مع جرح مطلق إن قبلنا نعم هذه المسألة من المسائل المهمة التي تعرض كثيرا لمن يعنا بالحديث وهي مسألة تعارض الجرح والتعديل في الرواه وأما تعارض الجرح والتعديل في الشهود فإن القاعدة في المذهب إذا استوى في العدد فإن الجرح دائما يكون مقدما وهل يرجح بالعدد في الشهود المعتمد أنه لا يرجح بالعدد هذا هو المعتمد في المذهب وإنما يقدم الجرح فقط طيب يقول الشيخ الجرح مقدم عند الأكثر أي الجرح في الرواية الجرح للروات مقدم عند الأكثر وقوله مقدم يدل على أنه يقدم على التعديل بغض النظر عن عدد المعدلين سواء كان المعدلون مساوين لعدد الجارحين أو كانوا أكثر منهم وقوله عند الأكثر أي أكثر العلماء ومنهم أكثر الحنابلة فقد نص على هذا القول من الحنابل من قدامه والمجد بن تيميه المسودة ومحمد بن عبدالهادي تلميذ الشيخ تقييدين في أكثر من موضع وبن مفلح والطوفي وكثيرون بل قال المرداوي هو الصحيح مطلقا وعليه الأكثر أي من الأصحاب والعلماء حينئذ يقدم الجرح لأن الجرح ناقل وأما التعليف هو مستمسك بالأصل قال وقيل هذا القول الثاني نسبه المرداوي بن حمدان ربما في المقنع قال التعديل إذا كثر المعدل أي أن التعديل يقدم على الجرح بشرط كثرة المعدلين فهنا رجحنا بقرينة وهي عدد المعدلين لأن الكثرة لها تأثير في القوة وأما قاعدة مذهب فإن الكثرة والقلة لا أثر لها لا في تعديل الرواة في الشهادة ولا في تعديل الرواة في الرواية قال واختاره أبو البركات عن المجد مع جرح مطلق إن قبلناه يعني أن المجد يقول يرجح بكثرة العدد في المعدلين وأما إذا استوه فالجرح مقدم لكن بشرط أن يكون الجرح مطلقا أي غير مفسر بمعنى أنه غير مفسر وأما إذا كان مفسرا فإنه مقدم على التعديل ولو كان عدد المعدلين أكثر أما عند إثبات معين ونفيه بليقين فالترجيح نعم هذه المسألة فيها بعض الإشكال خلنبدأ بها من أولها قول مصنف أما هذه هي نص عبارة ابن الحاجب أما ثم ساقها بالنص وأما المرداوي في التحرير فإنه قال وقيلة فقوله وقيلة يجعل هذه المسألة قولا في المسألة السابقة وليس كذلك بل الصواب مع المؤلف فإن هذه مسألة نوعا ما منفصلة وإن كانت متفرعان السابقة يقول أما عند إثبات معين أما عند إثبات معين قوله عند إثبات معين يعني إذا أثبت جرح في الراوي أو في الشاهد كذلك معين أي فسر بأن ذكر الجارح سبب الجرح فالمعين هنا بمعنى المفسر قال ونفيه باليقين أي ونفي هذا الجرح المفسر باليقين بخبر يقيني مثال ذلك لو أن شخصا جرح شخصا فقال أشهد أنه قد قتل زيدا أن هذا الذي أمامي أشهد أنه قد قتل زيدا فيأتي شخص آخر فينفي هذا الجرح فيقول أشهد أن زيدا حي إما مطلقا أو في تلك الساعة ونحو ذلك فيكون نفيا يقينيا قاطعا غير محتمل الشك وهكذا قال فالترجيح أي فيرجح بينهما لأنهما مستويان أي الإثبات وهو الجرح المعين والنفي أي نفي الجرح المعين وهذه دون عنها مسألة مستقلة قال فالترجيح أي فالترجيح بين المسألتين ويكون الترجيح بين الأمرين إما بكثرة العدد كما تقدم معنا أو كون أحدهما أشد ورعا وأكثر حفظا من الآخر وهذا القول بالترجيح جزم به جماعة من الحنابلة منهم بمفلح والمرداوي وقيل إنهما إنه لا يرجح بهذه المسألة وإنما يتساقط القولان ويبحث عن دليل ثالث أو يبقى على أصل العدالة وهذا الذي انتصر له الطوفي نعم مسألة حكم الحاكم المشترط العدالة بشهادته أو نوايته تعديل باتفاقه نعم هذه المسألة من المسألة الجميلة واللطيفة حقيقة وهي مسألة بما يحصر التعديل العلماء يقولون يحصر التعديل بالقول وبالفعل وقد يحصر بغيرهما فأما التعديل بالقول والفعل فهو واضح وسيرد المصنف في هذه المسألة عددا من المسائل التي يحصر فيها التعديل بغير قول وسيرد في هذه المسألة ثلاثة أمور تعديل الرواه بالحكم بروايتهم أو شهادتهم وتعديل الشخص بالرواية عنه والثالثة التعديل بالعمل بما روى فهذه ثلاث مسائل ليس فيها قول وإنما هو حكم أو عمل أو رواية عنه فهل يكون هذه الأمور الثلاثة معدلة سبب للتعديل أم لا بدأ بأول هذه الأمور الثلاث فقال حكم الحاكم المشترط العدالة بشهادته أو روايته تعديل باتفاق هذه المسألة هي المسألة الأولى عندنا وهي التعديل بالحكم يعني إذا حكم الحاكم برواية شخص فهل يكون تعديلا له أم لا يقول الشيخ حكم الحاكم المراد بالحاكم هنا القاضي يعني إذا قضى وحكم القاضي بحكم قال المشترط العدالة يعني أن القاضي ممن يشترط العدالة لأن الحنفية تعلمون يتساهلون في هذا الشرط ولذلك فإن قوله المشترط العدالة هي صفة للحاكم وليس صفة للحكم وإنما هي صفة للحاكم لأن الحنفية ساهلون في قبول المجهول حتى في القضاء وبناء على ذلك فإذا كان الحاكم لا يرى العدالة بأن كان يقبل خبر المجهول أو كان هو فاسق فيقبل خبر الفاسق فإنه في هذا الحال فإن حكمه ليس تعديلا قال حكم الحاكم المشترط العدالة بشهادته أو روايته إذا حكم بشهادته واضح يشهد عنده على إثبات حق أو على حد أو على جناية ونحو ذلك فهذا واضح تعديل له قوله حكم الحاكم بروايته معناها أي حكمه بإخباره فإن عندنا في الفقه وخاصة في مذهب أحمد أنهم يجوزوا في بعض المواضع لا يتسمى حكما وإنما يعتبر خبرا فعلى سبيل المثال الشهادة بدخول الأشهر كلها يلزم فيها اثنان فتسمى شهادة إلا رمضان فيكفي فيه واحد للنص الحديث بن عمر وإذا لك قالوا إن رؤية شهر رمضان هو من باب الإخبار للقاضي وليس من باب الشهادة فلو قبله في دخول شهر رمضان دلنا ذلك على أنه قبل روايته لم يقبل شهادته وإنما قبل روايته ومثله أيضا يقال في كثير من الأمور تقال فقه إنه خبير فيقبل فيها قول واحد كطبيب مثلا ونحو ذلك قال تعديل باتفاق أي باتفاق أهل العلم وهذا الاتفاق حكاها ابن الحاجب وتبعه الناس بعده ولا أعلم أن أحدا يخالف في هذا المسألة وذلك في أزمنة طويلة جدا كانوا إذا حكم الحاكم بشهادة شخص صار تعديلا له نسور هذا الدولة العباسية إذا حكم له ولو مرة حكم بشهادة صار تعديلا إلا أن يأتي ما يمنع من ذلك نعم وليس ترك الحكم بها جرحا قال وليس ترك الحكم بها أي بالشهادة أو الرواية جرحا لأنه ربما يكون قد ترك الحكم بها لمانع آخر كالعداوة أو لوجود شاهد آخر فتعارض الشهادات عنده والأسباب كثيرة في هذا الباب فترك العمل فترك الحكم ليس جرح وعمل العالم بروايته تعديل نعم هذه المسألة الثانية وهي التعديل بالعمل بالرواية يقول الشيخ وعمل العامل بروايته تعديل يعني إذا عمل العالم والمراد بالعالم هو الراوي بالحديث وبفقهه معا وقد ذكر بعض شراح المختصر وهو العضو للإيجي أن من شرط هذا العالم أن يكون ممن يشترط العدالة لأنه نقل عن بعض الحنفية أنهم لا يشترطون العدالة حتى في الراوي قال وعمل العامل بروايته أي برواية هذا الشخص المرقول عنه الرواية تعديل أي تعديل للمروي عنه وكيف يعرف أنه قد عمل بهذا الحديث بموضعين الموضع الأول إذا احتج بالحديث فقال المسألة كذا لحديث كذا والموضع الثاني إذا أسند العمل إليه فقال يعني العمل عليه لأجل هذا الحديث فقال لأجل هذا الحديث إذن إما أن يكون لأجل الاحتجاج أو أن يكون من باب إسناد العمل إليه يقول الشيخ إن علم ألا مستند للفعل غيره وعرفنا كيف يعرف أنه ليس مستند للعلم بأحد السبيل ذكرته قبل قريب قال وإلا أي وإن لم يكن للفعل وإن لم يكن كذلك بأن كان له مستند غير هذا الحديث فلا أي فلا يكون تعديلا عند الأكثر أي أكثر العلماء وقاله أبو المعالي أي الجويني والمقدسي وهو ابن قدامة إلا فيما العمل فيه احتياطا وهذا قيد حسن فقالوا إنه إذا كانت من المساء التي يشرع فيها الاحتياط فقد يعمل العالم بكثير من الأحاديث الضعيف احتياطا من باب الاحتياط وقال أبو البركات يفرق بين من يرى قبول قول مجهول الحال أو لا أو يجهد مذهبه نعم هذا هو القول الثاني لأبو البركات المجد بن تيمية أنه يفرق بين من يرى قبول مجهول الحال فإن كان يرى قبوله قبول يعني رأيه وقوله فإنه لا يكون تعديلا قال أولى بأن كان لا يرى قبول قول مجتهد الحال فإنه حينئذ يكون تعديلا قال أو يجهل مذهبه أو يجهل مذهبه فإن جهل مذهبه فإنه في هذا الحال يلحق بالصورة الثانية وهو من لا يرى عفوا يلحقوا بالصورة الأولى وهو من يرى قبول قول مجهول الحال نعم وإذا قلنا هو تعديل كان كالتعديل بالقول من غير ذكر السبب قاله في روضة نعم هذه المسألة يقول الشيخ إذا قلنا هو تعديل هذا عائد إلى حكم الحاكم بالرواية وعمل العالم بالرواية قال إذا قلنا هو تعديل وسبق الخلاف فيه كان كالتعديل بالقول من غير ذكر السبب يعني أن التعديل بالرواية والحكم مثل التعديل بالقول تماما يقول قاله في الروضة الحقيقة أن الذي قاله في الروضة ليس ذلك بل أشد من ذلك فإنه قال في الروضة أنه أقوى من التزكية بالقول فرأى أنه أشد وأقوى وأيده على ذلك بمفلح فرأوا أن الحكم بالرواية أو الشهادة والعمل بها أقوى في التعديل من النص وفي رواية العدل عنه أقوال ثالثها المختار وهو المذهب تعديل إن كانت عادته أنه لا يروي إلا عن عدل قال المصنف رحمة الله وفي رواية العدل عنه هذه مسألة تتعلق في العدل إذا روى عن مجهول مجهول الحال من حيث العدالة وعدمها فهل يكون ذلك تعديلا له أم ليس تعديلا هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال ترك المصنف قولين وسأنقل القولين ومن قال بها من الحنابل القول الأول أن رواية العدل عن الشخص سواء كان مجهولا أو غير مجهول ليست تعديلا له مطلقا وهذه أخذت من نص الإمام أحمد فقد نقل مهنى أنه ذكر لأحمد حديث سعيد بن سليمان عن أبي عقيل يحيد بن المتوكل عن عمر بن هارون الأنصار عن أبيه عن أبي هريرة ثم ذكر الحديث فقال أحمد ليس بصحيح قال مهنى لما فقلت من عمر بن هارون لا يعرف يقول القاضي هذه الرواية تدل على أن رواية العدل عن غيره ليست تعديلا له مع أن الراوي عنه عدل ومع ذلك لم يقبلها أحمد ثم نقل روايات أخرى تدل على نفس هذا المعنى وقد ذكر القاضي وبن عقيل أن هذا هو قول كثير من أصحاب أحمد بل قد ذكر من مفلح أنه قول الأكثر القول الثاني أنه تعديل مطلقة وقد اختاره أبو الخطاب والحنفية وبعض الشافعية بناء على ظاهر الحال القول الثالث هو الذي اختاره المصنف هنا فقال ثالثها المختار تعبيره بالمختار هو تعبير ابن الحاجب ولكنه لم يقصد موافقته تماما لأنه هو مختار أيضا للمصنف قال المختار وهو المذهب أي مذهب الإمام أحمد وأصحابه بل أكثرهم عليه تعديل أي أن رواية العدل عنه تعديل إذا كانت عادته أنه لا يروي إلا عن عدل لأن بعض من العلماء مشهور أنه لا يروي إلا عن عدل وهذا القول هو منصوص الإمام أحمد كما قال بالرجب يقول بالرجب في شرح العلل إن المنصوص عن أحمد يدل على أن من عرف منه أنه لا يروي إلا عن ثقة فروايته عن إنسان تعديل له ومن لم يعرف منه ذلك فليس بتعديل وقد صرح بذلك طائفة من المحققين من أصحابنا فهذا هو المعتمد كما قال بالرجب في شرح العلل وقد نص أحمد على أن من روى عنه عبد الرحمن بن مهدي أو روى عنه مالك ويحي بن سعيد القطان وعدد غيرهم أن هؤلاء كلهم ثقة وهذا من أحمد يبي لنا من الذي يروي عن ثقة وقد جمع بعض المعاصرين جزءا في من يروي عن ثقة من الرواة على خلاف في بعضهم لأن بعضهم قد يرى أنه ثقة عنده وهو ليس بثقة عند غيره مثل ما قلت في الشافعي هل يروي عن الضعفة أم لا يروي إلا عن الثقات وهكذا وذلك يقول المالك كل من روى عنهم ثقات إلا رجل أو رجلان فقط وما عد ذلك فكلهم ثقات طيب قال وهو المذهب عرفنا أن المذهب نص عليه جماعة منهم جزم بأنه المذهب بالرجب والشيخ تقي الدين جزم به أيضا ووارده الشيخ عبد الحليم وكثير من علماء المذهب نصوا عليه قال هو تعديل إن كانت عادته أي عادة الراوي من الإلم الكبار وعرفنا بعض أسمائهم أنه لا يروي إلا عن عدل نعم إذا قال راوي وإذا قال راوي حدث نتقاه أو عادل أو ما ألا تهم فإنه يقبل وإن رددنا المرسل عند أبي البرنكات نعم هذه المسألة التعديل متعلقة بإذا عدله الراوي عنه وأبهم اسمه يعني الراوي عنه له ثلاث حالات إما أن يروي عنه يذكر اسمه أو نقول أربع لنأخذ القسم العقلية إما أن يذكر اسمه وأن يعدله فهو تعديل من الراوي عنه وهذه أعلى الدرجات الدرجة الثانية أن يروي عنه ويسكت ولا يعدله هذه ذكرناها قبل قريب فإن الصحيح أنه من عرف بأنه لا يروي إلا عن ثقة هو الذي يكون تعديلا وما عداه فلا الحالة الثالثة أن لا يسميه وأن لا يعدله وهذا اللي يسمى عندهم مجهول الحال ومجهول العين فيقول حدثني رجل الحالة الرابعة أن لا يسميه ويعدله هذه هي مسألتنا هنا فيقول حدثني ثقة ويسكت مثل الشافع كان كثيرا يقول حدثني الثقة ومالك قال في موضعين أو ثلاثة من الموطأ حدثني الثقة فهل هذا مقبول أم لا يقول الشيخ وإذا قال الراوي حدثني الثقة أو عدل أو من لا أتهم قصده ولم يسمه إذن يجب أن نعرف هذا القيد ولم يسمه قال فإنه يقبل أي يقبل تعديله وإن رددنا المرسل هذه سأرجع لها بعد قليل كلمة وإن رددنا المرسل عند أبي البركات أي أن أبي البركات يقبل هذا الحكم قال لأنه تعديل صريح من هذا الرجل من الراوي عنه لهذا الرجل فحينئذ يقبل وهو ثقة ونحن نقول يقبل التعديل من شخص واحد فحينئذ تقبل هذا هو تعليل أبي البركات وهذه المسألة ذكرت لكم في أول الدرس أن الراوي المبهم يقبل في حالة إذا كان صحابيا أو إذا وصف بوصف من غير تسمية لحالة وصف بالثقة يقول الشيخ وذكره القاضي وأبو الخطاب وابن عقيل في صور المرسل على الخلاف فيه ما الفرق بين كلام أبي البركات وهذا أبو البركات يقول إن المبهم إذا كان الراوي عنه الثقة طبعا قد وثقه نقبله مطلقا وإن كنا نقول إن المرسل بمعنى المنقطع لا يقبل هنا المرسل بمعنى المنقطع وأما القاضي وأبو الخطاب وابن عقيل وغيرهم كثير من حنابلة فيرون أن هذه الصورة حكمها حكم المنقطع لأنه إذا قال الثقة فإنه مبهم فيأخذ حكم المبهم إلا أن يكشف فإن كشف صح وإلا فلا بأن يأتي له طريق آخر وهكذا طبعا على الخلاف فيه لأنه سيأتي نشاء درس القادم أن من الفقه من رأى أن المرسل مقبول ومنهم من يرى أنه ليس بمقبول نعم آخر مسألة وتزول جهالة الراو المعين برواية واحد عنه وقيل بل بثنين هذه مسألة من المسائل التي طال بحث المعاصرين فيها جدا يقول الشيخ وتزول جهالة الراو المعين هنا يتكلم عن الراو المعين للمبهم الذي ذكر اسمه فهو مذكور الاسم معروف فهو مسمى الراوي عنه سمى لكنه ليس معروف الحال فهل يحكم بزوال الجهالة عنه من حيث العدالة والبلوغ والإسلام وغيرها ما عدا الضبط لأن الضبط له مسألة أخرى لها قاعدة أخرى ربما أذكرها إن لم أنسى فهل تزول الجهالة عنه برواية واحد أم برواية اثنين قبل أن أذكر هذين القولين الحقيقة أن أحسن من تكلم عن هذه المسألة من فقهائنا هو ابن رجب في شرح علال الترمذي أعني علال الصغير الملحقة بآخر السنن وذلك بعضهم يقولها عن ابن رجب ويقول قال ابن رجب في شرح الترمذي هو شرح علال الترمذي وهو جزء من الترمذي تكلم عن هذه المسألة كلاما في غاية التلخيص والنفاسة وذكر أن العلماء لهم ثلاثة مسالك المسألة الأول هو أن أنه ترتفع الجهالة برواية اثنين عنه فإذا روى اثنان عنه فإنها ترتفع به الجهالة وذكر أن أول من نقل عنه ذلك هو محمد بن يحيى الذهلي وكلامه محمد بن يحيى الذهلي نقله الخطيب البغدادي في الكفاية فقال إذا روى عن المحدث رجلان يقول محمد بن يحيى الذهلي أسند الخطيب يقول إذا روى عن المحدث رجلان ارتفع عنه اسم الجهالة محمد بن يحيى معروف من طبقة الشيوخ البخاري رحمه الله تعالى هذا القول هذا القول الذي قاله محمد بن يحيى الذهلي تبعه عليه كثير من أهل العلم ممن نقل عنه ذلك الخطيب أيده في ذلك وانتصر له في الكفاية الدار قطني كما نقله عنه السخاوي في فتح المغيث بل قال بالرجب رحمه الله تعالى إن إطلاق محمد بن يحيى الذهلي هذا تبعه عليه المتأخرون فلا يخرج من حد الجهالة إلا برواية رجلين فصاعدا هذا القول الأول وهو الذي قاله المصنف وقيل بل بثنيني فبدأنا بالقول الذي أخره المصنف لأنه هو الأكثر والأشهر وهذا الذي جزم به كثير متأخرين القول الثاني الذي نقله بالرجب أنه لا بد من ثلاثة لترتفع الجهالة وهذا نقله عن ابن عبد البر القول الثالث أنه يختلف الحال من حال إلى أخرى وذكر بن رجب أنه تفصيل حسن وقال إنها طريقة علماء الحديث كيحب المعين طبعا وهي ظاهر طريقة إمام أحمد كمن يعني تتبع كلام أحمد وهو التفريق بين الرواة فإن كان الرواة من أهل الشأن فإن الجهالة ترتفع عنه بواحد وإلا فلا ترتفع الرواية عنه بواحد بل قد يقال ولا ترتفع حتى باثني أحيانا وإذلك أحمد ربما حكم على شخص بأنه معروف مع رواية مع أنه لم يروي عنه إلا واحد في مواضع كثيرة وفي نفس الوقت حكم على شخص بأنه مجهول مع أنه روا عنه ثلاثة بناء على أن هؤلاء الثلاثة ليسوا بمشهورين يقول يقول بن رجب قال نقل يعقوب بن شيبة أنه قال قلت ليحيى بن معين متى يكون الرجل معروفا إذا روا عنه كم يسأله كم يروي عنه فقال يحيى بن معين إذا روا عن الرجل مثل بن سيرين والشعبي وهؤلاء أهل العلم فهو غير مجهول يعني لو أنه واحد من أهل العلم روا كفا يقول يعقوب بن شيبة قلت فإذا روا عن الرجل مثل سماك بن حرب وأبي إسحاق قال هؤلاء يروون عن المجاهيل ثم ذكر طبعا برجب أن بن المدين يرى أنه لا بد أكثر من ثلاثة ثم رجح هذا الرأي وقال إنه تفصيل حسن ذكرت كلام أبي الرجب في فهم كلام علماء الحديث وهو ظاهر كلام أحمد لأن الرواية الأولى التي قالها أن الجهالة تزول برواية واحد عنه هذه لا يصح نسبتها لأحمد وإنما أحمد يقول تزول جهالة الراوي المعين برواية واحد عنه بشرط أن يكون ذلك الراوي من أهل العلم والشأن بالحديث ككبار الأئمة الذي نقل عنهم يحيى بن معين كبن سيرين والشعبي وغيرهم فإن رواية واحد من هؤلاء ترفع الجهالة لا مطلقا كما توهمه عبارة المصنف ممن تكلم عن هذه المسألة كلاما جميلا في غير مضنته ابن مفلح فقد ذكر ابن مفلح استطرادا في شرحه على المحرر أن طريقة المتأخرين بهذا النص أن طريقة المتأخرين أنهم يرفعون الجهالة باثنين قال وأما طريقة المتقدمين من أهل العلم فإنهم ينظرون لاختلاف الأحوال من الراوي ثم بنى على ذلك تصحيح حديث علي رضي الله عنه في صلاة العيد وهذه المسألة يعني من المسائل التي يحتاجها من ينظر في أحوال الرجال بقي أن أختم من المسألة أن بعض من المتأخرين ينسب لابن حبان أنه يرى أن الجهالة ترتفع بواحد وهذا غير صحيح فعلى أقصى ما يقال عن ابن حبان أنه يرى أن الجهالة ترتفع بروايات واحد في الزمان الأول فقط لا مطلقا فرسبة ذلك لابن حبان فيه نظر واضح جدا من طريقة فإن كثيرا ما يضعف في كتابه المجروحين الرجال بكونه مجهولا غير معروف في كتابه المجروحين بذلك نكون قد أنهينا درس اليوم ومعذرة لطالع عليكم بقي التوثيق والضبط لكن نجعله إن شاء الله الدرس القادم لأنه تأخر عليكم في الدرس وصلى الله وسلم وبركة أمين محمد سمي شيخ نعم لا يمكن لا يمكن يا شيخ لا يمكن لأن الراوي نحتاجه في موضعي الحالة الأولى نحتاجه في الحديث عندما ترى راويا في سلسلة إسناد حديث لا يمكن أن يصل إلينا إلا وقد روى عنه أحد إلا أن يكون من هؤلاء المجاهيل الذين ألفوا كتبا ولا نعرف منهم مثل هؤلاء الذين ألفوا كتب غرائب ومجاهي لا يعرفون منهم فهؤلاء ترد كتبهم وجها واحدة فهذا الرجل ننظر لتعديله باعتبار العدالة لا باعتبار الضبط لأننا بالعدالة نحكم بأنه عدل بأمور ومنها درواية العدد وأما الضبط فإن هذه لها طريقة فإن معرفة الضبط يعرف بالسبر لأحاديثه وحكم أهل الفن عليه وهكذا فلا يمكن أن يتصور شيخ أن حديثا راويا لم يروع عنه الحالة الثانية إذا كان راوي أمام القاضي الذي يسمونها المخبر فهذا لا ينظر للروات عنه وإنما ينظر لحكم القاضي فقط والعمل بروايته طيب هذا السؤال لا دخل له بالدرس لكن أجيب عنه بسرعة أخونا يقول ما مدى الاعتماد على تحليل الحمض النووي DNA في القضاء الشرعي هذا فيه تفصيل يعني ليس 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 في حالة واحدة لا نقول يقبل مطلقا ولا نقول يرد مطلقا نأخذ بعض الصور أولا في إثبات الحدود لا يقبل كيف إثبات الحدود لو أن رجلا ادعي عليه بزنا ثم عمل تحليل من المرأة المدعية بالزنا فأنتج أن هذا الماء من ذاك الرجل نقول لا يقام عليه الحد لأن الحدود لها طريقة معينة وهي البينة بمعنى الشهود انتهينا الأمر الثاني في سائر الجنايات والتعازير المذهب لا يقبل بل لا بد من شهادة الرجلين ولا تقبل القراءة والرواية الثانية اختار الشيخ تقي الدين أنه يقبل في الجنايات ذلك وهو الذي عليه القضاء عندنا وذلك مما يدل على أنه تقبل بالقراءة اللوث في القسامة فإن اللوث ما هو إلا نوع من أنواع القراءة وإن كان المذهب يضيق اللوث تضييقا شديدا وذلك صدر قرار هيئة كبار العلماء على أن يعني تحليل الحمض النووي مؤثر في الجنايات غير الحدية فقد يقبل ولها قراءة معينة يعرفونها في السكين والدم وادر وأشياء أخرى يعرفونها المختصون الحالة الثالثة فيما يتعلق بنفي النسب وإثباته أولا يجب أن نعلم أن نفي النسب لا يقبل بالتحليل وإنما يكون نفي النسب باللعان لم يجعل الشرع طريقا لنفي النسب إلا اللعان واللعان لمن له حق اللعان وغير ذلك فلا وبناء عليه فلو أن رجلا حلل فوجد أنه ليس من أهل هذا البيت فلا ينتفي نسبه لأنه لا بد من لعان واللعان يكون بين الزوج والمرأة الملاعن منها بل إن الرجل إذا أقرب الولد ثم ثبت بالتحليل الحمض أنه ليس ابنا له ليس له أي لعان لأن الشرع متشوف لإلحاق النسب إذن هذا مسألة النفي لا ينفى لكن قد يكون التحليل إجراء شوف لا يكون هو الذي يكون به النفي قرينة وإنما إجراء فرق بين القرينة والإجراء إجراء كيف عندما يدعي رجل على امرأته أنها أنجبت من غيره وأن الولد ولد زنا الأصل أن دعوة تقبل بعد التخفي في الله عز وجل لكن يجوز القاضي من باب التقييد أن يقول قبل أن أنظر في دعواك أحلل فإن كان ابنا له نفى النظر عن القضية وصرف النظر عنها وإن كان ليس ابنا له أكمل وعظه أو لا عنه فيكون حينئذ هذا التحليل سببا لنفي الاستمرار في القضية لا للجزم بها لأنه قد يكون النتيجة الإيجابية وأنه ليس ابنا له ومع ذلك لا يلعن مسألة إثبات النسب أيضا لا يقبل بمجرد التحليل وإنما لا بد من ما يسمى بالاستلحاق بشروطه فلا يجوز استلحاق ما لا يصح استلحاقه وهكذا من القواعد وإنما هي قد تكون إجراء أخونا يقول للموضوع متقاربة رجل زنى بكتابية فحملت منه وأراد زواجها فهل يجب عليهم التوبة قبل ذلك أو يحرم زواجها وإن تابت لأنها ليست عفيفة وهل إذا جاز زواجها فهل يشترط إذن وليها وإن كان كافرا الذي يزني بامرأة ثم يريد زواجها فنقول له حالة حالة الأولى أن تكون غير تائبة فهذا لا يجوز وكونه لا يجوز هل لزم منه عدم الصحة لا ليس كذلك الله عز وجل يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين طيب فإن تابت يقولون يجوز الزواج بها المذهب على المشهور لا يجوز له أن يتزوج بها حتى تنقضي عدتها ثلاث حيط وعلى الرواية الثانية يجوز أن يتزوج بها ولو لم تنقضي حيطتها أما مسألة الولاد فلن يرد هنا في السؤال طيب هل يجب عليهم التوبة قبل ذلك نعم يجب عليهم التوبة قبل ذلك وهل يحرم زواجها إن تابت لأنها ليست عفيفة لا إن تابت الحمد لله إن تابت فالحمد لله طبعا مسألة التوبة مشكلة الكتابية يعني فقط هنا مسألة نحن قد تتكلم عن تنظير وأما الواقع فيختلف بعض الإخوان لما يتزوج امرأة كتابية وكان قد زنى بها تقول قد تبتو ما معنى عن التوبة عندها أو تظن عن التوبة ألا تزني مع غيره وأما هو فتخادنه وهذا غير صحيح لأن وذلك أكد الله عز وجل عليها فقال ولا متخذات أخدان فبعض الشباب الذين يكون في بلدان يكثر فيها الكفرة تجدها تقول أنا لا أزني مع غيرك ولو دعاها قبل عقد النكاح لزنت إذن هذا خدان وهذا المنهي عنه فهي ليست بتائبة التائبة هي التي تمتنع من الزنى معك ومع غيرك وهذا مسألة مهمة يجب أن ينتبه لها بعض الناس يقول تائبة ألا تزني مع غيره طيب هل يشترط إذن الولي هل يعني هي مسألة أخرى في مسألة اشتراط إذن الولي مرت معنا من كان معتكبا في المسجد وانتبهه هو جنب هل يلزمه الغسل أو يكمل نومه ثم يغتسر عند استيقاظه وهو جنوب إذا كان متوضعا قال عطاء أدركت عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينامون في المسجد وهم جنوب إذا توضعوا فيجز له النوم إذا أجنب في المسجد ثم استيقظ فيه أثناءه فإن أكمل فيكون نوما متصلا وإن استيقظ فيجب عليه أن يخرج ويغتسر أو يتوضع ثم يرجع ويكمل نومه يقول ما حكم كتابة آية من المصحف للطالب وهو على غير الطهارة هذا مثل الألواح ذكر العلماء أن مساء الألواح أمرها سهل هذا أخونا يقول العمل بالقول المهجور هل يجوز يعني أن العبارة ليست دقيقة لا تقول العمل بالقول المهجور وإنما العلماء يسمونها تقليد الميت هل يجوز تقليد الميت أم لا هذا يسمى المراد هل يجوز تقليد الميت المسألة فيها ثلاثة أقوال ستأتينا إن شاء الله في آخر الكتاب عندما نتكلم عن اجتاد والتقليد والصحيح من قول أهل العلم أنه يجوز تقليد الميت لكن بشروط الشرط الأول أن يكون بدليل وأن يكون القول مفهوما على وجه صحيح يعني بعض الناس يفهم القول على غير وجهه فحينئذ يجوز أخونا يقول هل هذا يدخل به عدم وقوع الطرق ثلاث اختيار الشيخ تقييدين مع شيخ الإسلام أخذ أن وقوع أن الثلاث تقع واحدة هو من هذا الباب هو من هذا الباب وإن كان يعني في بعض المسائل قد لا يوافق فيكون قد فهمها فهما أوسع من الخلاف عندنا مسألة ثانية في الطلاق الثلاث عندنا الطلاق الثلاث باللفظ الواحد والطلاق الثلاث المجموعة فالمجموع نوعا نعم مجموع بأن يقول أنت طالق بالثلاث أو أن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق الخلاف إنما هو في الأولى أنت طالق بالثلاث هل تقع واحدة أم ثلاثة قال ابن عباس كان الطلاق الثلاث أو المجموع الحديث مسلم على عهد بسالسلم وأبي بكر وصدر من عهد عمر واحدة فدل ذلك على أنه كذلك المسألة الثانية الشيخ قال إن من كرر الطلاق فقال أنت طالق أنت طالق أنت طالق في مجلس أو في مجالس يعني في العدة ثلاثة قروء في كل أسبوع يطلقها طلقة ألحقها بالصورة الأولى وهذا لا يعرف فيه له سلف وذلك كان الشيخ مباز كان يقول هذا لم يسبق الشيخ إليه الشيخ تقي الدين فالقول الأول متجه أو المسألة الأولى متجه قوله فيها وأما الثانية فلا لأنه يكاد يكون إجمع قبل الشيخ ففرق بين المسألة الأولى هو أخذ بقول القديم تقليد الميت وأما الثانية فإنها فيها اتفاق بين أهل العلم أخونا يقول القواعد الفقهية كيف نعرف ما يدخل فيها وما يخرج لكي تضبط القواعد ليست قاعدة بل القواعد كثيرة جدا القواعد كثيرة جدا ليست قاعدة واحدة فكل قاعدة تحتاج أن تنظر فيها على سبيل الانفصال وهذه المسألة المشهورة عند العلماء وهي قضية القاعدة الفقهية أو نسميها المناط هل يكون لها استثناء أم لا العلماء لهم ثلاثة مسالك هناك مسلك يرى أن القاعدة تضطرد بمعنى أن تكون مضطردة مطلقة سواء وجدت لها مناسبة أو بدون مناسبة ومن العلماء من نظر المناسبة فغالبا من ينظر المناسبة تكون قاعدته فيها عدم الاضطرات فحينئذ أغلب من يرى المناسبة تكون قاعدته أغلبية حتى قال ابن السبكي في مقدمة الأشباه والنظائر القواعد الفقهية كلية الصياغة أغلبية التطبيق فما من قاعدة إلا وجاء فيها استثناء وقد ألف البكري كتافي مجلدين مطبوعة سماها الاستغناء في بيان الفروق والاستثناء يذكر كل ضابط وما استثني منه على مذهب الشافئي الطريقة الثالثة من يرى الجمع بين الطرد والتأثير ويرى أن كلما كانت القاعدة الاستثناء لها كلما كانت أنسب وهذا الذي يسمونه هم بالاستحسان بمعنى تخصيص القاعدة الكلية أو المناط وهذه يقول الشيخ تقييدين هي طريقة فقهاء الحديث وهو الطرد وأن لا يستثنى شيء لكن بشرط أن لا تنظر للمناسبة فقط وإن منظر للمناسبة والطرد وزجع القيودا فتكون باب الاستثناء وذلك المدالس كما قلت لك ثلاث وعلى العموم مسألة الاستثناء هذه مسألة دقيقة قد تكون لقاعدة منفصلة وليست لذات القاعدة آخر سؤال أخونا يقول ولا تشترطوا رؤية الراوي ضبطها بعض الشراح روية وشرحها بكثرة روايته لا هذا غير صحيح هذا ليس شراح هذا أحد المحققين لأحد الكتب ضبطها بهذا الضبط وهذا ضبط خاطئ تماما تماما لم يقول به أبدا وكيف تعرف صحة الضبط من عدمه صحة الضبط من عدمه تعرفها بالرجوع إلى أصل الكتاب المؤلف أخذ هذه الجملة بنصها من الطوفي والطوفي شرحها بمعنى الرؤية فلا يحتاج أنك تتكلف تقول روية بمعنى كثرة الرؤية هذا ذكر المحقق لشرح الجراعي وهذا خطأ منه جزما ليس يعني احتمالا بل جزما أنه ضبطه خطأ وشرحه خطأ صلى الله وسلم على بينا محمد ترجمة نانسي قنقر